هناك معلومات حقيقة التي وردتنا أكثر من 12 بربا غالبيةها استهدفت ميناء الحبيدة وتحديدا استهدفت برابيل تخزين النصف داخل ميناء الحبيدة وتبقى يكون جيدا بأن منه بداية العام 2023 حينما تم الاتفاق فتح الباب على مصرعي لإدخال كل الاحتياجات المواطنين سواء الأمور المدنية واحتياجات الميليشيات الأمور العسكرية وهذا ما تحدثنا عنه كثيرا في هذا الجانب كان يدخل إلى بناء الحبيدة البواخر والسفن دون ركيب ودون مسابعة سواء من قبل الأمم المتحدة التي كان متفق عليها منذ العام 2016 بعد انسلاب الميليشيات العطية على الدولة وغيرها هناك الكثير حقيقة من النصف والغاز وغيرها التي قدمتها إيران الميليشيات الحوثية والمخازن داخل ميناء الحبيدة وغيرها من المناطق مختفة وملئة بالنصف هناك استهداف آخر أيضا طال مبنى الشرطة المسترية هذا المبنى يقع على الكرنيش في البحر الأحمر على ساحل الحديدة وداخل مدينة الحديدة ويقع أيضا إلى جانب هذا الكرنيش في حي مكتب بالسكان داخل المدينة الأحبار التي وردتنا حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة سنة اللهب والأسفن ما زالت تتصاعد حتى هذه اللحظة من ميناء الحديدة يبدو أنه تم استهداف مخاذر للأسلحة داخل هذا الميناء ندرك أن الميليشيات الحوتية حولت هذا الميناء المدني إلى موقع عسكري ومكان لتوليك الأسلحة الإيرانية سواء الصواريخ أو خطة طائرات المسيرات إيرانية الصنع قامت الميليشيات الحوتية بتحويل ميناء الحديدة وميناء راس عيسى وميناء الصنف وغيرها من المواقع المدنية داخل مدينة الحديدة إذا مات عسكرية اليوم ملأتها الشديد الميليشيات الحوتية جعلت من الحديدة محفقة كبيرة جدا قطار المدنيين ونصبحهم المتضرر الأكثر طيب يا علي وهذا ما حضرنا منه تطعم أنت ذكرت ذكرت المدنيين وذكرت المنشآت النفطية الموجودة في الحديدة أصادت اللهب كما وصفت لي ووصفو لك في الحديدة الآن هي مشتعلة ترى ما هي الأضرار التي ستنعكس على المواطن اليمني هناك كما قلت أنت وتحدثت بأن الموانئ الآن مفتوحة وهناك أشياء تصل بكمية كبيرة إلى هذه الموانئ أنا أقشى حقيقة أن يتم استهداف مرتسق وهذا إذا ما تم ليس لدينا حقيقة معلومات دقيقة ومفصلة حول طبيعة الأماكن التي تم استهدافها إذا ما تم استهدافها ستقوم بلا شكة برار سيطان ليس أبناء الحديدة فقط بل سيطان كافة المناطق التي ما زالت ترجح تحت سيطرة الميليسيات الحوثية وسيكون الأضرار حقيقة الكبيرة في هذا الجانب الأمر الآخر أيضا أنه تدرك جيدا المباني داخل مدينة الحديدة وخصوصا في بعض الأحياء لنست قادرة على تحبل هذا الكم من الصواريخ الإسرائيلية وغيرها من الصواريخ الأمريكية أيضا والبريطانية صحيح خلال الأشهر القليل الماضي وكانت القصة الأمريكية البريطانية دقيق إلى حد كبير جدا واستهدف المواقع الأسكرية فقط ولم نسمع ولم نشاهد أيضا ولم نتابع ولم تريدنا أي معلومات على استهداف أي مكان مدني باستثناء المناطق والأماكن التي تم استهدافها المدينة